تتعرج ولا تستقيم وإن استقامت عثرت عمداً لتبقى تحت مسمى أزمة هذا حال الكهرباء استنزفت أموالاً تقارب التسعين مليار دولار ولم يستقر حالها إلا مؤخراً فأنتجت ستة وعشرين ألف ميجاواط لكنها سرعان ما عاودت التدني بفقدان عشرين ألف متر مكعب من الغاز الذي قطعته إيران محاولة تحسين الإنتاج والنقل والتوزير عقاية الأهمية والخطوة الثانية المهمة أي شيء إيجابي نقوله أنه أشركوا شركة سمن وشركة جي جنرل ألكتريك في موضوع تطوير الإنتاج والنقل والتوزير هذه خطوة مفقودة كانت هم مركزين عن إنتاج فقط فزالت 3500 لكن نحن عندنا دائماً مشاكل عديدة هم يريدون أن يقتصرها بالغاز هذا كل جلس مستقبل لمشكلة الغاز بعد أسوأ الفلوس تسد خليلة النفوس سيجدون الكهرباء ستقلي المولدات ستتلف وإحنا ما عندنا فلوس مستقبل أظلم أسوأ من الحاضر 25 مليار دولار خصصت قطاع الكهرباء في الموازنة الحالية تسعة منها للقروض والباقي للصيانات وردعم الإنتاج والنقل والتوزيع لكن خبراء يرون أن لا حل يذكر دام أن أغلب محطات الإنتاج تعمل على الغاز المصاحب رغم أن هذه المبالغ خصصت مبالغ جدا عالية الجانب الثاني بصرف المبالغ هي الغاز اللي يكلف أكثر من 6 مليار دولار سنويا من غير الوقود المحلي من غير التشغيل من غير العقود الداخلية بالميزانية يعني المبالغ اللي تحتنصرف أو المخصصة في ميزانية 2023 هي تبوق الـ 25 مليار دولار رغم كل هذه نشوف أنه التخصصات المالية بيها مشاكل كبيرة من أبرز المشاكل اللي موجودة بهذه الميزانية أنه مثلا خصصين 900 مليون دولار ما يقارب 1 مليار دولار لصيانة المحطات الغازية محطات كهرومائية والعراق يمر بأزمة مياه ومحطات غازية وهو يحرق غازه في الهواء وأموال يدفعها المواطن للمولدات الأهلية تصير إلى أكثر من 10 مليار دولار سنويا بحسب مصادر وكل ما سيصرف مستقبلا على قطاع الكهرباء لا يمكن أن يحل الأزمة إلا باستثمار الغاز المصاحب عمار غسان قناة الرشيد